اشتركوا في القناة هي لعبة The Theater موضوحة طويل شوي فركزوا معنا هي لعبة قديمة وانزلت تقريبا في فترة لعبة دوم الأولى كانت معروفة بأن تشغيلها صعب يعني أول ما تشغلها كأن الكمبيوتر يعلق عليك وكثير منهم حاولوا حتى لما يوصل لصبحة الاتفاقية وقت التثبيت عشان يضغط على Next الكمبيوتر يعلق ويصير لإعادة التشغيل لكن بعض الناس قدروا يشغلونها بأن يسويوا عادة التشغيل في وسط التثبيت لما تشتر على المطور تطلع لك صفحة البداية عبارة عن صورة السينما وشارع مهجور وفي خيارات New Game, Load و Option لما تضغط على Option اللعبة بتعلق وتطلع بشكل تلقائي ولود ما يشتغل أصلا حتى لو خزنت داخل اللعبة إذا قدرت أصلا تخزن فما في قدامك إلا New Game ولما تبدأ اللعبة طبعا هي لعبة منظور أول تكون في لعبة في السينما ما في قدامك إلا ممار مظلم في واحد اسمه Ticket Taker يعني إلا يأخذوا Tickets طبعا الشخصية شكلها Pixels ومرسوم بشكل غريب وما تشوف شيء من وجهها لما تمر من جنبها بيقول لك Thank you, Please Enjoy The Movie ولما تدخل الممر المظلم الشاشة شوي شوي تختفي ويرجعك من البداية ونفس الشي يتكرر أكثر من مرة عادي يمكن يتكرر أكثر مئة مرة لأنها كانت عشوائية بس بعض اللاعبين لما رجعوا للبداية ما لقوا شخصية بس لما يرجع الممر نفس الصوت يتكرر Thank you, Please Enjoy The Movie ويمشي الفترة طويلة في الممر لحد ما ينصل الطريق المسدود وفجأة يطلع لك التكت تيكر بس هالمرة وجهها مختلف كان يسمونه Swirly Head Man أول لاعب شافه يقول أنه جاه غثيان وألام في المعدة وبعدها اللعبة تقلج وتصير شغلات غريبة أحيانا تلقى جدار ولما تلمسه اللعبة بتقفض وأحيانا الشخصية تجي وتختفي في بداية اللعبة تطلع أصوات غريبة وأحيانا تشوفه يروح يمين ويصار بسرعة بس هالمرة بيقول لك لا تصل إلى المحاولات الآخرية ولحد الآن ما حد يديلش يقصدون بـ هل في مراحل ثانية كل نسخ اللعبة ضاعت ودمروها وكثير ملاعبينها يدعي أن يشوف لمحات للشخصية ثانية لعبة معنا هي لعبة لونا جيم انزلت سنة 2011 أول ما تشغل اللعبة تكتشف أنها لعبة بلاتفورم عادية مثل أي لعبة بلاتفورم يملك تتحرك يمين ويصار وتنقص بالحصان بس تقريبا بعد سبع ثواني اللعبة بتنقطع وتعرض لك صورة مرعبة من الحصان وبعدها ما يندك سويا شيء صفحة اللعبة ما تتحرك وسهم المونسي عليك وما تقدر لأنك تقفلها بطريقة كنترول أل ديليت ولما تروح ملف اللعبة راح تلقى نفس الصورة مكررة كثيرة في الملف باسم يعني النهاية قربت أو النهاية قريبة وملفات تكس كثيرة لما تفتحها راح تلقى نفس الجملة فيها The end is night The end is night والمزعج أن كل ما حدث ملفات ترجع من جديد ثالث لعبة معنا مستر ميكس انزلت على البي سي في التسعينات هي لعبة تعليمية عادية أول ما تلعبها سهلة كل عليك تسوي أنك تكتب الحروف لكن في مراحل متقدمة تصير صعبة وسريعة والغريب أن كل مرحلة في صوت خلفية مختلف الأولى كان فيها صوت متصاعد وعلى وتر واحد حتى السماعات القديمة كانت تخرب منها والثانية ما كان فيها صوت والمرحلة الثالثة فيها صوت ومجفف الشعر أو الاستشوار والمرحلة الرابعة والخامسة فيها صوت حاد جدا يؤذي الإذن جد وأغلب الأطفال اللي لعبوها قالوا أنهم بدوا يشوفون كوابيس في شخصية طباخ كان يهددهم وخذوهم لطباء نفسي وكان يبكون يقولون لها لهم أنقذونا منها لكن في شخص حاول يحصل على اللعبة وقدر نخترق ملفاتها عشان يخلص المرحلة الخامسة ولما خلصها لها بقى فقط وصار في ملف جديد في الجهاز مليان لدرجة أن الممرئ حق الكمبيوتر صار مليان بالكامل وداخل الملف في صور لناس لوجوه مشوهة وكأنهم يصرخون وعينهم تنزف دم ولما حاولنا يحدث الملفات الكمبيوتر علق وطلعت للشاشة الزرقة وكثير من المخترقين اللي قدروا يخلصون اللعبة رفضوا يقولون إيش شافوا بعد مرحلة نهائية وصاروا يعانون من أمراض نفسية وكل نصخ اللعبة تدمرت والأغرب بعد أن سنتين من اللعبة الشرطة قبضت على شخص حاول يختطف بنت عمره 8 سنوات لما فصحوا الدي ان اي لقوا إنه نفس الهكر اللي لعب اللعبة قبل ويقال إنه وجه واضح عليه الجنون ويلبس نفس لبس الطباة وما يكن يقول أي شيء غير جملة وحده بس آي ام ميستر ميكس اللعبة الرابعة المعانا لعبة ميس فورتين دوت جي بي أكثر اللي لعبوها قالوا أنها أكثر لعبة مرعبة لعبوها في حياتهم اللعبة كانت على جهاز الجيم بوي والحد الآن غير معروك كيف نزلت وما في أي نسخة هارت كوبي معروفة ولا فيها أي كريتتس ولا أي معلومات المطور لحد هذا اليوم اللعبة تبدأ بشخصية تتحكم فيها في مبنى غريب باعت تشاف بسيط راح تطلع لك لك شخصية غير معروفة هل هي شيطان أو جني وراح يقول لك أنا موجود فيها بين جدران الواقع هل تبغى تتحداني؟ بيعطيك خيارين يس أو نو وبديهي اللاعب راح يختار يس وراح تنتقر إلى مكان في أكثر من غرفة وكل غرفة فيها ألغاز أبواب مقفلة وأفخاخ أشهرها كان لغص في أربعة كواخ ولا هل تختار واحد فيهم وفي كلامي يطلع لك تختار غير معروفة ومسفورتين سيكون تتحكم في أكثر من أشخاص هل تستطيع أن تتحكم؟ يعني إذا اخترت الاختيار الخاطئ راح يجي حظ سيء أو شيء مرة تعيس إلى الناس اللي تحبه هل تمستعدين أنك تلعب ولا لا ولا ما تختار غلط راح تنقطع اللعبة تطلع لك الشخصية ويقول لك أنا أم جيد هنا يعني أنا الإله هنا كثير من اللاعبين يقولون أنهم عانوا أعراض نفسية وحالات اكتئاب حادة من اللعبة ومن الموسيقى اللي فيها ويقال أن أحد اللاعبين ذكى تجربته وبعده اختفى بشكل غريب وكثير يقولون أنه مات وخلبة معانا هي لعبة بوكيمون ريد أن جرين في بداية اصدار لعبة بوكيمون ريد أن جرين بدأت حالات انتحار كثيرة لأطفال أعمارهم ما بين 10 إلى 15 سنة وغالبا تكون انتحار من فوق السطوح أو شنق وفي حالات أغرب وأشنع من هذا أطفال يقصون أطرافهم يعني يقص يده رجلة من نفسه وغيرهم يدخل بنفسه للفرن ويطبخ نفسه وبعضهم يشنق نفسه بيده والقليل اللي انقذوهم ولما يسلم عن السبب يجاوبونهم يصارخون بجنون يقولون الجيم بوي ولما يجبون الجيم بوي مع اللعبة يزجنونهم يطلعون برا الغرفة قررت الشرطة تحقق في الموضوع وأخذوا اللعبة من الأطفال يحققون فيها وراح المطورين يسألونهم وأنكروا أن الانتحار لا علاقة باللعبة واكتشفوا بعدين أنه في مطور اسمه تشيرو ميورا انتحر بعد إصدار اللعبة وطلب أن اسمه ما يكون في الكريدتس ولما دخلوا شقةه حصلوا نوتس كثيرة مكتوب فيها مثل كام فالو واتش اوت دو نات انتر مي يعني الحقنا أو الحقني انتبه لا تدخل فيني وبعد فترة عرفوا أنه له صديق اسمه كوهوجي نيشينو وهو واحد مصممين الخريطة رحوا لشقةه وعرفوا أنه حابس نفسه من بعد الانتحار صديقه وحاولوا أن يتكلمون معه كان دائما يبكي ويتردد في الإجابات وكان يقول أنه دخل خوية لفريق المبرمجين لأنه عنده فكرة البوكيمون غريبة وحاب يحطاه في اللعبة ومن كذر ذات المحققين عليه بالأسئلة راح يسحب مسدس من المحقق واخر شي قاله Don't follow me وأطلق على نفسه ومات ومن بعدها القضية صارت صعبة لأن أغلب فريق التطوير تفرق وصار صعب أنه يحققون في شي لأنه ولاحد فيه مهتم يقول شي أو يعرف عن الانتحار عشان كذا القضية تقفها ولاحظوا بعدها أنه حالات الانتحار اختفت واعتبروها صدفة غريبة وهذه كانت خرافات الألعاب المرعبة الجزء الثالث ما نعرف أي واحد منهم حقيقة وأي واحد منهم خيال لكن اللي نعرفه أن أتمنى تكونوا استمتعتوا بالألقاء وتكونوا استمتعتوا بالقصص الرهيبة زي كذا عطونا رأيكم ودعمونا باللايك كل ما نشوف اللايكات أكثر كل ما أعرف أنه فعلا عجبتكم الفكرة هذه وراح نطبقها بأكثر من كذا وأيضا أتمنى تكونوا ما خفتوا يعني هو أنا الهدف حقيقي نخوفكم بس أتمنى تكونوا ما خفتوا وأستمتعتوا معي كما معكم بلتشيحة يعطيكم العافية ما سلام